بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة وردتني اعتراضات من بعض الأخوة المسلمين الأتراك على فيديو أعددته ونشرته عن الداعية السلفي قلب أرسلان كيوتول كان اعتقل هو خرج خلال الساعات الماضية لأن أنصاره عمل احتكاف في مسجد في مدينة غازي عينتاب والشرطة دخلت المسجد وأخرجتهم وجار اعتقالهم وبعد ذلك الشرطة اعتقلتهم فبعض الأخوة قالوا أنت ظلمت ولا تفهم مواقفه وهو أن هذا الشخص أو هذا الدعية السلفي يؤيد الرئيس مرسي رحمه الله وكان له مشارك في مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي وضد الانقلاب العسكري ووصف الرئيس مرسي بأنه شهيد وله مواقف ضد إسرائيل ومؤيدة للمسجد الأقصى إلى آخره بداية أقول أن تأييده للرئيس مرسي قيمته العملية صفر تأييده لفلسطين والمسجد الأقصى قيمته العملية صفر انتبهوا القيمة العملية هي تأييدك له تأهير في واقع راهن يعني محمد مرسي هو لبن في الكوب لبن في هذا الكوب وبعدين سكب بنبكي عليه هل بكأنا سيعيده؟ يعني محمد مرسي الآن مات قتل هل بكأنا على محمد مرسي سيعيده؟ لا هل سيغير الوضع في مصر؟ لا هل سبنا وشتمنا لإسرائيل ليلة نهار سيغير الوضع في فلسطين وكذا؟ لا طيب ايه المهم بقى؟ فأنا لما يكون في لبن في الكوب وسكب وأظل أبكى عليه طيب في لبن في الكوب في كوب آخر في لبن اللي هو أردغان عجبنا أو مش عجبنا هو موجود انت موقفك منه ايه؟ انت تريد سكبه وبعد ما يأتي حاكم أو انقلاب أو كارثة أو مصيبة نظل نبكي على أردغان الله يرحمك يا أردغان كنت أحسن من هذا كالذين بقوا على السلطان عبد الحميد يعني هناك جهلة وهناك خوانة خلعوا السلطان عبد الحميد الجهلة بعد خلعوا السلطان عبد الحميد ظلوا يبكون عليه هل بقأنا على السلطان عبد الحميد اليوم؟ صح الأخطاء ضاعت ليبيا هل بقأنا أعادة ليبيا؟ لا هل بقأنا أعادة ولايات البلقان؟ لا هل بقأنا أعادة جزر بحر إيجا؟ لا هل بقأنا أعادة الدولة العثمانية مضاعة الحجاز واليمن والشام والعراق والكويت وقطر كل هذه كانت في الدولة العثمانية ونجد ما يسمى بالسعودية كالجزء من الدولة العثمانية في عدد السلطان عبد الحميد ضاعة كل هذا هل بقأنا على السلطان عبد الحميد؟ أعادة ولايات فابكي على السلطان عبد الحميد اكبر حبك العبرة في الموقف الموجود انتبهوا نحن لدينا في مصر نمالج نعيشها الآن شخصيات سياسية وناس بلاعية وكذا شاركوا في الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي وبعد أن خلعوه وأسقطوه ومصر الآن بتواجه خطر التقسيم ما كنت أتوقع أن مصر تواقي خطر التقسيم لكن الآن الانقلاب العسكري مع الكنيسة بينقل السكان المسيحيين لأماكن غرب الدلتة في مصر لتقسيم البدوة وإنشاء دولة مسيحية في مصر كل السكان المسيحيين منتشرين في كل الدولة يعني 5% سكان مسيحيين موجودين في كل المدن ليس لهم إقليم فبالتالي كان لا يجد شبح أن مصر تقسم لكن الآن بيجري نقلهم إلى أماكن معينة غرب الدلتة فطالما فيه مجموعة سكانية بديم معين في مكان معين الدولة مهددة بالانقصية لم يعد هناك اندماج أو أن المجتمع متدخل مع بعض هؤلاء بعد أن أسقطوا الرئيس مرسي الآن يسبون ويلعنون في السيسي صباح مساء وهم لهم قنوات فضائية ويشتمون في السيسي أنت مجرم أنت قاتل ما أنتم الذين أتيتم بالسيسي يعني الآن هل مهما شتمتم في السيسي هل سقط السيسي؟ لا فانتبهوا لذلك العبرة وإنت مرسي في الحكم أنت كنت معه ولا ضده بعد ما تسقطه بكائك عليه لقيمة له هؤلاء الذين يبكون على مرسي الآن ويسبون لنا في السيسي هم الذين أدخلون في هذه الكواري فانت عندما تسقط أردغان وتأتي حركة 10 ديسمبر الشعاية تحكم تركيا وتشعر الحرب أهلية إلى آخرة هذه هي الكارثة ترجمة نانسي قنقر